اشتركوا في القناة منذ صباحة اليوم الاربعاء خمسة عشر فبراير الجاري بعثة تنطمؤنين في نفوس المواطنين بعد تأخر تساقطة المطرية وتأتي هذه الامطار المباركة بعد اشهر من التأخر والانتظار حيث وصلت وضعية السدود بالمنطقة حدها الادنى هذا ومن شأن هذه الامطار تحسين وضعية الفرش المائية والموارد المختلفة وتكثير الغيطاء النباتي وتوفير العشب والكريل الماشية والتي تضررت كثيرا بسبب توالي الجفاف وتضرر معها المربون والفلاحون بشكل كبير الى ذلك يأمل المواطنون ان تستمر هذه الامطار بشكل الذي سيمكن نسبيا من بدء الموسم الفلاحية بشكل جيد ومبكر وتأجوز مختلف السيناريوهات المحتملة والنجمة عن تداعيات شح المياه وتوالي سنوات الجفاف ويشار أيضا إلى أن أجادير 24 نشرت نصرة انذارية توقعت من خلالها المديري العام للأرصاد الجوية أمطارا قوية بعدد من المناطق بالمملكة ضمنها أجادير ومدن بجهة سوسماسة حيث توقعت نشر انذارية أمطارا قوية بأجادير ومدن جهة سوسماسة ومناطق أخرى بالمملكة وذكرت المديري العام للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية كثيفة مرتقبا من الثلاثة إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة كنتم مع نصرة إخبارية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر